وصلت وزارة دخل حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 404 قضايا تمونية بمضبطات بلغت قرابة 36 طن من المواد الغدائية وغير الغدائية كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من سبعة أطنان من المواد الغدائية وغير الغدائية في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبط قرابة 29 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغدائية كما تم ضبط 609 قضايا من بينها 182 قضية خبز نقص الوزن و99 قضية خبز غير متابق للمواصفات في مجال قضايا المخابزة فضلا عن ضبط أربع قضايا في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية بمضبطات بلغت أكثر من 15 طن من الأقماح المحلية